في تفصيل اخبار وطبعا الفرقة يمكن من بعد مطشة اسوان مطشة كان دراماتيكي طبعا الفرقة اخدت راحة 72 ساعة بكرا ان شاء الله ترجع الفرقة مرة تانية تستعد ان شاء الله ترجع للتمرين وتستعد بقى المواجد دجلة المقرر اللي هي ان شاء الله يوم الاربع حسب التعديل الاخير لجدول المسابعة ومستر موسيماني طبعا يمكن واحدة من اهم نقاط القوة اللي بتميز مستر موسيماني يوم بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة ومباراة بعد مباراة اصبح الجماهير حتى لمسة ده بشكل كبير جدا هي قدرته على قراءة المنافس مستر موسيماني طبعا بيحضر لودي دجلة تحضيره لكل مباراة ولكل مواجهة ولكل مسابقة مختلف جملة وتفصيلا عن المباراة اللي بتسبقها او المباراة البتالية رامي ربيعة طبعا من حضراتكم عليه رامي يمكن كان عنده كادمة في مطش أسوان الأخير بكرة ان شاء الله بإذن الله على هامش الميران يعني هيتعرض رامي على فحص طبي او كشف طبي عشان نتطمن عليه ونشوف اذا كان هيكون قادر يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في المواجهات اللي جاية بداية من مباراة دجلة ولا لا وان شاء الله بإذن الله بسيطة رامي من اللعيبة الرجالة يعني وان شاء الله بإذن الله نتطمن عليه ويكون جاهز محتاجين كل لعيب الفترة اللي جاية ومش فيه مساحة او احتمال لغياب اي لعب من لعابة النادي الاهلي اللي بالمناسبة الحقيقة حتى اللي كانوا بعيد اعتقد انه تواجد الستة الدوليين مع منتخب مصر الوليمبي في توكيو ادى مساحة كبيرة جدا لعيبة كانت بعيدة انها ترجع مرة تانية اشتركوا في القناة